السلام عليكم يا جماعة الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة عاجل وفاة فيفي عبدو من المستشفى اللي كانت محجوزة فيها هقول لكم وإلا حصل معاها من الأول للآخر فيفي عبدو زي ما انتم عارفين ان هي كانت تعبانة الأول تعب عادي قالب معاها شوية بتعب جثماني في عضمها بعتت له دكتور معين يعني شوفها راح مديها جماعة حقنا غلط في سلسلة الظهر بتاعتها عميت لها مضاعفات ما بقتش تقوم من على السرير ولا تقدر تقوم خالص الفيديوهات اللي كانت بتنزل لها يا جماعة على الحسابات بتاعتها دي كلها فيديوهات قديمة فيفي عبدو تعبانة بقى لها أكتر من سبع شهور ما بتتحركش من السرير من قمة أسبوع يا جماعة دخلت عملت سبع عمليات عشان هي زي ما قلت لكم واخد حقنا في سلسلة الظهر مخليها ما بتقدرش تقوم وتقف على رجليها أصيبت يا جماعة بعد ما طلعت من العمليات اللي هما اللي أنا بقول لكم عليهم ده أصيبت بالشلل الشلل كلي بعد ما طلعت من العمليات دي بسبب ان العمليات ما عملتش معها حاجة يعني والست ما تحسنتش بعد العمليات اللي عملتها من شوية طلع خبر ان هي توفت يعني في المستشفى اللي كانت محجوزة فيها بعد ما بوسي شلبي راحت كبت زورها هناك وعملت لها عيد ميلادها وطمنت جمهورها بعديها يا جماعة بشوية تعبت ومن شوية طلع الخبر اللي بقول لكم عليه ده بس هم متكتمين على الموضوع بأمر من بنتها جماعة لان بنتها قالت لما والدتي تموت قالت ان انا ما طلعش الخبر كده على طول فهي متكتمين على الموضوع بسبب بنتها هي يعني اللي طالبها الموضوع ده طبعا لو كانت ماتت الله يرحمها ولو كانت عايشة ربنا يطول في عمرها احنا ما بنش ماتش بحد في الموت يعني بس ده خبر من ضمن الاخبار اللي انا بنانهالكو يا رب الفيديو يعجبكو لو عجبكو ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق كل سنة وانتو طيبين اشتركوا في القناة